موسيقى أعزائنا تلميذ مرحبا بكم في هذه الحصة المخصصة لمادة التاريخ وتحديدا درس استقلال ليبيا والمغرب الأقصى والجزائر هو درس مواجه لتلميذ السنوات الرابعة أداب ويندرج هذا الدرس في إطار المحور الثاني من البرنامج والذي بعنوان العالم المعاصر بعد 1945 بعد الحرب العالمي ثانية شهد العالم مجموعة من التحولات العميقة تجسدت خاصة من خلال موجة كبيرة لاستقلال المستعمرات في فترة الخمسينات وخاصة الستينات ورأينا ذلك في درس سابق واستفادت هذه المستعمرات في تلك الفترة من مجموعة من الظروف الملائمة وفي هذه الحصة نأخذ مثال ثلاث بلدان مغاربية هي ليبيا والمغرب الأقصى والجزائر هذه البلدان الثلاثة التي نالت استقلالها في تلك الفترة وفي إطار هذه الموجة ننطلق في البداية في مدخل درسنا من هذه الخريطة وهي بعنوان مراحل الاحتلال الاستعماري الأوروبي أو مراحل الاحتلال الاستعماري الأوروبي لشمال إفريقيا هذه الخريطة هي لشمال إفريقيا بالنسبة لبلدان الثلاثة التي تعنينا بالدرس هي ليبيا والجزائر والمغرب الأقصى نتابع أعتذر لنا عن هذا الخرق التقني نتابع إذن في هذه الخريطة نلاحظ أن أولى المستعمرات أو أولى البلدان المغاربية الثلاثة التي تم استعمارها من هذه المجموعة هي الجزائر حيث تعرضت إلى الاحتلال بداية من 1830 ثم عندما نتابع في مفتاح الخريطة نلاحظ أن الجزائر تعرضت إلى استعمار فرنسي بداية من هذه الفترة ثم هذا الاحتلال الفرنسي تواصل إلى أواخر القرن التاسع عشر لأنه بدأ بتدريج من شمال بلادي إلى جنوبها ثم البلد الثاني الذي تعرض الاحتلال هي ليبيا ليبيا نجد فيها هذا اللون وتعرضت إلى احتلال إيطالي بداية من 1911 ثم أخيرا المغرب الأقصى التي تعرضت أو شاهدت تنافس كبير من أجل السيطرة عليها منذ أواخر القرن التاسع وخاصة في بداية القرن العشرين في النهاية المغرب الأقصى خذعت إلى استعمار مززوج استعمار فرنسي وإسباني بداية من 1912 إذن هذه البلدان الثلاث الجزائر ليبيا والمغرب الأقصى كانت مستعمرات تابعة لقوى استعمارية أوروبية خاصة فرنسا التي كانت تهيمن على القسم الأكبر من هذه المستعمرات الثلاث ومنذ تلك الفترة ستنشأ في هذه البلدان الثلاث حركات وطنية من أجل العمل على دحر هذا المستعمر والحصول على الاستقلال هذا ما سنشير إليه في تقديمنا للدرس إذن خذعت هذه الأقطار المغربية الثلاث كما أشرنا إلى ذلك سابقا إلى استعمار أوروبي الجزائر استعمار فرنسي منذ 1830 ثم ليبيا استعمار إيطالي منذ 1911 وآخر هذه البلدان هي المغرب الأقصى التي تعرضت للإستعمار مززوج كما أشرنا إلى ذلك سابقا فرنسي إسباني بداية من 1912 وقد تنوعت أشكال مقاومة للإستعمار الأوروبي بهذه البلدان الثلاث وتباينت غاياتها ومثلت الحرب العالمية الثانية وتدعياتها منعرجا حاسما في نظال هذه الأقطار وفي الحقيقة الحرب العالمية الثانية مثلت منعرجا حاسما بالنسبة لحركات المقاومة في كل المستعمرات عموما بما في ذلك هذه المستعمرات الثلاث نحن درسنا سيركز على الجوارة بالتالية إذن في الجانب أول أو في سواء الأول سنبحث عن جذور هذه الحركات الوطنية هذه الحركات الوطنية صحيح أنها مكنت في القسم الثانية من القرن العشرين من هذه البلدان من الحصول على استقلالها لكن جذور هذه الحركات الوطنية يعود إلى السنوات الأولى لإحتلال سنرى ذلك في قسم أول ثم في قسم ثاني سنرى كيف تمت مسيرة هذه البلدان الثلاث نحو الاستقلال وسنركز في هذا القسم الثاني على فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يعني على فترة ما بعد 1945 إذن عموما درسنا بالنسبة لهذه البلدان الثلاث سيكون مقسما إلى قسمين قسم أول فيه جذور هذه الحركات الوطنية وقسم ثاني أهم أشكال النظار لإعتمدت هذه البلدان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي مكنتها من نيل استقلالها نبدأ بالعنصر الأول وموضوعه جذور الحركات الوطنية وتطورها قبيل الحرب العالمية الثانية أشير هنا في البداية إلى أن على غرار ما كان في مدخل الدرس سأعتمد على مجموعة من الوثائق المتنوعة ويكون لها موجودة في الكتاب المدرسي نبدأ في البداية بمقاومة الاحتلال بالجزائر وبرز الطائرات الوطنية بطبيعة الحال نبدأ بالجزائر لأنها أقدم هذه المستعمرات المغاربية ثلاث قبل حتى احتلال البلاد التونسية إذن بالنسبة للجزائر انطلقوا من وثيقة أولى وهي السورة للأمير عبدالقادر بن محدين قائد المقاومة بين 1832 و 1847 وهو باعث نواد دولة وطنية بعد نيار دولة الدايات انتلاقا من تعريف الأمير عبدالقادر هذا يحين إلى الإطار الأول الذي نشأت في إطاره حركات المقاومة عموما والحركات الوطنية وهو المقاومة المسلحة الأمير عبدالقادر تزعم حركة مقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي في بداياته في الجزائر وفي الحقيقة سنرى ذلك بالنسبة لباقي البلدان ليبيا والمغرب سنرى أن تقريبا تشابعت في هذا المجال كونه كل هذه البلدان الثلاث واجهت المستعمار في سنوات الأولى منذ بدايته إذن بالعمل العسكر المسلح إذن نشير إلى هذه المقاومة المسلحة إذن اندلعت مباشرة مع بداية الاحتلال وتواصلت بصفة متقطعة تيلة القرن التاسع عشر أهمها كما أشرنا ذلك سابقا هي حركة المقاومة التي تزعمها الأمير عبدالقادر غير البلاد والذي عمل على تكوين نواة دولة في تلك المنطقة عاصمتها معسكر ثم هذه وثائق أخرى هي سور كذلك لولا لفرحات عباس وهو السيدة لقسانتيني واكب كما يشير التعريف أغلب مراحل الحركة الوطنية الجزائرية وانضو في البداية ضمن حركة الشباب الجزائري الإصلاحية وكان من أنصاري سياسة الإندماجية أو الإدماجي إذن شكل آخر من أشكال المقاومة تطورة في تلك الفترة في السنوات الأولى للاحتلال وتحديد في بداية القرن العشرين هو هذه الحركة حركة الشباب الجزائري وهذا يذكرون بحركة الشباب التونس التي نشأت تقريبا في نفس الفترة في بداية القرن العشرين ثم سورة ثانية لعبد الحميد المبديس وهو رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائرين إذن في بداية القرن العشرين وبالإضافة للمقاومة مسلحة التي فشلت في دحر الإستعمار بحكم تفاوت القوى بين هذه البلدان وفرنسا في بداية القرن العشرين ستتكون نواة مقاومة سلمية تعتمد على تنظيمات متنوعة منها حركة الشباب الجزائري منها كذلك بعض الجمعيات ذات المرجعيات الدينية على غرار جمعية العلماء المسلمين وهذا ما يحين إلى شكل ثاني من المقاومة وهو بروز هذه الطائرات الوطنية بأصنافها المختلف في البداية نشير إلى بروز طيار الشباب الجزائري الذي ظهر منذ ألف وتسعمائة وثمانية كما ذكرت هو تزامن تقريبا مع حركة شباب التونسية إذن في بلادنا للمطالبة بالمساواة مع الأوروبيين وتحسين وضع الجزائريين عموما وفي تعريف فرحة عباس منذ حين هناك إشارة إلى مطالبه الاندماجية كان فقط يطمحه في دمج الجزائر ومساواة الجزائرين إذن مع الفرنسيين بصفة عامة إذن لم ترقى المطالب تلك الفترة إلى حد المطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال ثم ونذكر دائما كون ما زلنا في بدايات القرن العشرين ما زلنا نتحدث عن جذور هذه الحركات الوطنية شكل ثاني كذلك من أشكال المقاومة تبرز هذه الوثيقة وسعود إليها من برنامج نجم شمال إفريقي 1933 هذه الجمعية أو نجم شمال إفريقي سنرى ذلك إذن بعد حين تفاصيلها نادت من بين ما نادت به في تلك الفترة في النصف الأول من قبل العشرين استقلال الجزائر الكامل وجلاء تام للجيش الاحتلال وتكوين جيش وطني وانتخاب مجلس أسيسي عن طريق التصويت العام هناك تصعيد في المطالب هذه الجمعية في الحقيقة التي تكونت في المهجر إثر بروز طيار الشباب الجزائري إذن ظهرت تقريبا في فرنسا وهي منظمة عمالية تأسس سنة 1926 في أوساط المهاجرين من أقطار شمال إفريقيا وقد تزعمها مصالي الحاج ونازلت من أجل استقلال الجزائر وبقيد بلدان شمال إفريقيا ثم لاحقا مصالي الحاج سيؤسس حزب الشعب الجزائري في 1937 إذن بالنسبة للطائرات الوطنية لنا طائر الشباب الجزائري نجم شمال إفريقيا ثم بالعودة إلى تعريف إذن عبد الحميد بن بديس هناك تنظيم آخر كذلك له مرجعية دينية وهي جمعية العلماء المسلمين التي تأسس سنة 1931 عن طريق ثلة من العلماء على رأسهم الشيخ عبد الحميد بن بديس وأشرنا إلى وثيقة وهناك وثيقة سابقة تشير إليه هذه الجمعية ذات المرجعية الدينية قلت إذن تأثرت عفوا بحركة الإصلاح الديني في المشرق العربي وكانت تدافع عن الشخصية الإسلامية وعن فكرة الأمة وفتحت في الجزائر العديد من المدارس الابتدائية لنشر اللغة العربية وهذا العمل الذي كانت تقوم به في إطار سعي هذه الجمعية لتكريس أو لتجذير عفوا النشأ في محيطهم العربي الإسلامي بحكم المرجعية الدينية لهذه الجمعية نمر بعد ذلك إلى الحركة الوطنية الليبية وجذور هذه الحركة الوطنية كما أشرت إلى ذلك سابقا هذه الحركات الوطنية الثلاث اتسمت جذورهم بالمقاومة المسلحة في سنواتها الأولى إذن العنصر الثاني برقم العربي ثاني برقم العربي وليس إذن واحدة برقم العربي ثاني برقم العربي المقاومة الليبية المسلحة وظهور الحركة الوطنية ليبيا احتلت الثاني برقم العربي في هذه الفقرة لأن ليبيا تم احتلالها في سنة 1911 بعد الجزائر في الترتيب هي الثانية هذه وثيقة لعمر بنوختار يشير التعريف هو شيخ إحدى الزوايا السنوسية قاد المقاومة المسلحة ضد الإيطاليين بين 1923 و1931 حتى وقع في الأسر وأعدم في منغازي في سبتمبر 1931 انتلاق من هذه الوثيقة من هذه الشخصية التي لها حضور كبير في تاريخ ليبيا في تلك الفترة باعتبار أن عمر المختار ارتبطت به المقاومة المسلحة في ليبيا المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإيطالي وتحديدا ضد النظام الفاشي الذي كان يسيطر على إيطالي في تلك الفترة لأن مقاومة عمر المختار إذن للإستعمار الإيطالي جاءت بين 1923 و1931 في فترة تركز فيها الحكم الفاشي في إيطاليا إذن التدخل العسكري الإيطالي في ليبيا أدى إلى بروز مقاومة المسلحة تواصلت حتى سنة 1931 وقد اتطلعت الحركة السنوسية بدور بارس خلال هذه المقاومة وفي تعريف عمر المختار سابقا عشرنا أنه ينحجر من هذه الحركة الحركة السنوسية المتمركزة وفي الحقيقة هذه الحركة هي حركة إصلاحية دينية اعتمدت في انتشارها على الشبكة من الزوايا والربعطات وهي متمركزة في شرق ليبيا في منطقة برقة ومن خلال مجموعة من الربعطات والزوايا هذه الحركة تنتشر في اتجاه جنوب ليبيا يعني في اتجاه الصحراء عموما في هذه الفترة فترة 1923-1931 بروز شيخ المجاهدين عمر المختار الذي وقع في الأسر وأعدم في سنة 1931 وإعدام عمر المختار من ترفى الإيطاليين جاء كردة فعل من ترفى النظام الفاشي على انتفاضة القبائل خاصة في وسط ليبيا في تلك الفترة إذن بعد ذلك تمكن الإيطاليون من القضاء على جيوب المقاومة وهاجر الآلاف من الليبيين الأقطار العربية المجاورة وعندما نقول الأقطار العربية المجاورة تحديدا تونس ومصر واقتصرت الحركة الوطنية على العمل في الخارج عن طريق الصحافة وتركز نشاط المهاجرين الليبيين في تلك الفترة تحديدا حول شخصية شخصية محمد الدنيس السنوسي اللاجئ إلى مصر في تلك الفترة زعيم هذه الحركة السنوسية والذي ستتمحور حوله الحركة الوطنية الليبية لاحقا نمر بعد ذلك إلى نشأة الحركة الوطنية المغربية وتتورية حتى اندلاع الحرب العالمي الثانية في تقديمنا للدرس أشرنا إلى أن المغرب العقسى خضع إلى استعمار مزدوجة إسباني فرنسي بداية من سنة 1912 وهذه وثيقة أولى هي عبارة على سورة لمحمد عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي الريف هي منطقة في شمال المغرب وهي خاضعة للاستعمار الإسباني محمد بن عبد الكريم الخطابي هذا واجه من وجوه المقاومة المسلحة التي واجهت الاحتلال الفرنسي الإسباني في تلك الفترة هذه الحركة تركزت خاصة في منطقة الريف في الشمال لكن بالإضافة للإسباني واجهة كذلك الفرنسيين ثم بالتوازي مع ذلك المغرب الأقصى باعتباره آخر المستعمارات المغاربية بعد سنة 1912 إلى غير ذلك وهذه المقاومة المسلحة سيشهد كذلك ظهور العمل الحزبي المنظم خاصة منذ بداية الثلاثينات وهذا جدول لتأسيس الأحزاب السياسية في المغرب الأقصى فيما بين الحربين لأن في هذه الجدول المنطقتين الفرنسية والإسبانية ثم أسماء هذه الأحزاب تاريخ تأسيسها لاحظوا أقدم هذه الأحزاب يعود لسنة 1933 ثم أسماء لبعض القادة المؤسسين في تلك الفترة نأخذ على سبيل المثال إذن على الفاسي محمد بن الحسن الوزاني إلى غير ذلك إذن بالنسبة لجذور الحركة الوطنية المغربية نشير إلى أن الاحتلالين الإسباني والفرنسي واجه مقاومة مسلحة وكانت أشدها ذراوة مقاومة منطقة الريف الخاضعة للإستعمار الإسباني وكانت هذه المقاومة بزعامة محمد بن عبد الكريمة الخطاب المغرب كذلك في تلك الفترة وسعيا للسيطرة عليه والتفريق بين السكانه قامت سلطات الإستعمار الفرنسي بإزدار ما سمي مرسوم الظاهير البربري هو مرسوم يسعى للتفريق بين السكان من أصل البربري والسكان من أصل العربي وسياسة عموما تتبعها القوى للسعمارية واتبعتها فرنسا في مستعماراتها والهدف من هذه السياسة هي سياسة فرق تسد للتفريق بين السكاني وإذكاء النعارات القبلية والطائفية لإحكام السيطرة أو لإحكام السيطرات على هذه البلدان هذا المرسوم في الحقيقة واجهته معارضة كبيرة في الداخل في المغرب وفي الخارج بما في ذلك بلادنا التونسية في تلك الفترة التي حصلت فيها كذلك مظاهرات ضد هذا المرسوم الذي يسعى لتقسيب المغاربة تطور كذلك في تلك الفترة العمل الصحفي والجمعياتي ثم بداية من 1933 كما أشرنا انتلاق من الجدول السابق مر الوطنيون إلى العمل الحزبي المنظر نمر بعد ذلك للقسم الثاني من درسنا والقسم الثاني هذا موضوعه مسيرة ليبيا والمغرب الأقصى والجزائر نحو الاستقلال هذه الحركات الوطنية ثلاث بدأت في العملية وفي مقاومة الاستعمار منذ بدايات الاحتلال لكن أصبحت هذه الحركات الوطنية أكثر تجذراً أكثر إصراراً على الاستقلال أكثر تنظيماً خلال فترة ما بعد الحرب العالمي ثانية سنرى ذلك من خلال هذا العنصر نبدأ باستقلال ليبيا باعتبارها أولى هذه المستعمرات المغربية ثلاثة التي نالت استقلالها إذن بالنسبة لي ليبيا أنطلقوا في البداية من هذه الوثيقة وهي نص بعنوان من بيان وزير الخارجية البريطاني أيدون أمام مجلس العموم البريطاني في جنف 1942 سأكتفي فقط بفقرة موجزة من هذا النص في البداية يقول لقد اتصل السيد إدريسي سنوسي وإدريسي سنوسي المقصود زعيم الحركة السنوسية محمد إدريسي سنوسي اللاجئ إلى مصر منذ فترة ما قبل الحرب العالمي ثانية إذن اتصل بالسلطات البريطانية في مصر بعد شهر من انهيار فرنسا وهنا عندما يقول شهر من انهيار فرنسا مع العلم كونه هذا الخطاب أو هذا البيان كان في سنة 1942 يعني بدايات الحرب العالمي ثانية إذن اتصل بالسلطات البريطانية في بدايات الحرب العالمي ثانية واجتياح قوات القوات النازية لفرنسا في وقت كان فيه الموقف الحربي في إفريقيا في غير صالحنا قوات هتلر أو القوات النازية التي اجتاحت فرنسا توسعت كذلك في اتجاه المستعمرات الأوروبية على ظفة البحر المتوسط وقامت بإنزال بقيادة رومل في ليبيا لمواجهة الفرنسيين والمواجهة الأنجليز في مصر في تلك الفترة إذن في تلك الفترة الأنجليز في مصر اتصل بهم إذن محمد إدنيس سنوسي وعبر عن ماذا يقول تلا ذلك تنظيم قوة سنوسية من تلك الجماعة من أتباعه الذين أتيح لهم أن يفروا من الظلم الإيطالي في فترات متفاوتة إذن محمد إدنيس سنوسي مع الجالي الليبية المقيمة في مصر في تلك الفترة عبرت عن رغبتها في دعم بريطانيا في مواجهة هذه القوات المحور في تلك الفترة في فترة الحرب العالمي ثانية والهدف من ذلك هو كسب مساندة الأنجليز وقوى المحور عموما بهدف تحرير ليبيا من الغزو الإيطالي ونعرف أن إيطالي هي إحدى قوى المحور عموما إذن هذه وثيقة ثانية هي خريطة بعنوان مخطط تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ بين الحلفاء إذن نعرف ورأيتم ذلك سابقا في دروس سابقة درس الحرب العالمي ثانية كيف أن قوات المحورة عندما واجهتها أو قامت بإنزال في ليبيا انهزمت على الحدود المصرية الليبية في معركة العلبين ثم اندحرت هذه القوات في تجاه البلاد التونسية لتنهزم وتتراجع في تجاه أوروبا وهكذا تم تحرير إيطاليا من ذفرينة من قوى المحور من القوات الإيطالية التي تعد من الدول المنازمة في الحرب العالمي ثانية إذن بعد تحريرها هذه خريطة ليبيا إذن بعد التحرير هذا ليبيا أصبحت منقسمة إلى مناطق نفوذ بين قوتين في تلك الفترة وهي القوة الأنجليزية إذن منطقة نفوذ أنجليزية ومنطقة نفوذ فرنسية وعندما نقول فرنسا وإنجلترا هما من قوى أو من بلدان الحلفاء في الحرب العالمي ثانية بالنسبة لمنطقة نفوذ الإيطالية شملت برقة في الشرق وأترابلس غربا في حين منطقة النفوذ الفرنسية شملت منطقة فزان في الجنوب إذن كما قلنا سابقا قام محمد بن إدريس السنوسيو والزعيم كما قلت الحركة السنوسية بتشكيل قوة مسلحة سندت القوات البريطانية في حربها ضد قوات المحور لما انهزمت قوات المحور وخرجت من التراب الليبي تمركزت قوات بريطانية ببرقة وترابلس وأخرى في فرنسية في فزان سنة 1943 وهنا القوات الفرنسية تمثل فرنسا من ذفرين الحرة ليست فرنسا التي أمضت هدنة مع قوات المحور هي ليست فرنسا التي تمثلها حكومة فيشي هي قوات الفرنسية التي تمثلها شارل ديغول في تلك الفترة إذن في 1943 ليبيا كانت منقسمة في هذا الشكل الذي أبرزته الخريطة السابقة هذه وثقة أخرى هو جدول في الحقيقة بعنوان تشكل الأحزاب الوطنية بليبيا منذ الحرب العالمية الثانية وأهدافه نلاحظ في البداية بحكم ليبيا وقع تقسيم إلى مناطق نفوذ فرنسية وانجليزية هذا الجدول يذكر هذه الأحزاب حسب هذا التقسيم إقليم ترابلس غربا وإقليم برقة شرقا تاريخ تأسيس الأحزاب كما تلاحظون في هذا الجدول بدأ منذ سنة 1943 وتلاه سنوات ستة وعبعين سبعة وعبعين وثمانية وعبعين هذه الأحزاب هي عديدة سأكتفقت في الإشارة إلى أهم أهدافها في تلك الفترة هو الاستقلال والوحدة بين الأقاليم الثلاث وطرحت في تلك الفترة ترحت مسألة طبيعة نظام الحكم الذي كان الليبيون يطمحون في إرسائه في ليبيا عقب تحريرها عموما وهذا كان موضوع خلاف بين بعض الأحزاب عموما مع العلم كون عدد من الأحزاب كان يسعى إلى تحقيق استقلال ليبيا تحت أو بقيادة الحركة السنوسية إذن بزعامة محمد الريسة السنوسي وهذه الأحزاب في ليبيا تكونت بعد خروج القوات الليتالية وقوات المحور عموما تكونت بفضل عودة أعداد هامة من المهاجرين الليبيين الذين عشرنا في عنصر السابق كونهما إثر أو قبل الحرب العالم الأولى في فترة ثلاثيات تحديدا هاجروا للبلدان المجاورة تحديدا تونس ومصر في الشرق إذن عودت هؤلاء المهاجرين الليبيين إلى بلادهم وبدأ العمل السياسي فتشكلت عدة أحزاب سياسية وتركز النشاط الوطني في برقة وخاصة في ترابلس والجدول السابق يبين ذلك هذه الأحزاب تركزت خاصة في قطب في الشرق هي برقة والقطب الغربي وهي ترابلس تصبح العاصمة لاحقا وطالب بالاستقلال والوحدة الترابية والزعامة السنوسية هذه وثيقة أخرى هي مقتتفات من اللائحة الصادرة عن الجمعية العامة المتحدة في نوفمبر 1949 يعني أن القضية الليبية أن الليبيين بعد خروج قوات الإيطالية من أراضيهم أصبحوا أو خذعوا من جديد إلى نفوذ جديد إلى نفوذ أنجليزي فرنسي وواصلوا النظال ضد هذا النفوذ الإنجليزي الفرنسي وبحكم الخلافات التي حدثت في تلك الفترة بين القوى المسيطرة على ليبيا رفعت هذه القضية أمام أنظار الأمم المتحدة التي قررت ما يلي إن ليبيا المؤلفة من برقة وترابلس وفزان تصبح دولة مستقلة ذات سياد والنقطة الثانية تشيري لأنه أن هذا الاستقلال يتحقق بأسرع ما يمكن ولا يجوز أن يتأخر عن أول كانون الثاني يعني واحد جامع في 1952 هذا دليل بحكم الخلاف كما ذكرت بين هذه القوى المسيطرة على إذن ليبيا وتدويل القضية الليبية هذا التدويل أفضل إلى هذه اللائحة أو صادرة عن الأمم المتحدة والتي تفرض على القوى المتمركزة في ليبيا منح هذا البلد استقلاله في تاريخ لا يتجاوز واحد جامع في 1952 إذن أحالت الدول الكبرى المسألة الليبية إلى منظمة الأمم المتحدة وبعد خلافات عديدة أصدرت هذه المنظمة لائحة نص على استقلال ليبيا في أجل لا يتجاوز واحد جامع في 1952 واتفق الوطنيون على إقرار حكم ملكي دستوري بزعامة محمد إدريس أسنوسي وأعلن هذا الاستقلال في 24 ديسمبر 1951 وكانت بذلك ليبيا هي أول دولة من هذه الدول المغاربية ثلاث والدول المغاربية عموما التي تنال استقلالها في بداية الخمسينات نظرا للظرف الخاص بالنسبة لليبيا لأن ليبيا تم استعمارها من طرف إيطاليا التي انهزمت في الحرب العالمية الثانية عموما إذن كالسنتاج في نهاية هذا العنصر وفيما يتعلق بهذه الحركة الوطنية في ليبيا ما يمكن الإشارة إليه هو أن هذه الحركة الوطنية رغم تنوع أشكال النظال بها رأينا المقاومة مسلحة في البداية رأينا تكون بعض الأحزاب في ليبيا إثرعوت المواجرين فترة الثلاثينات عموما لكن ما يمكن الإشارة إليه والتأكيد عليه هو الدور الهام الذي لعبته الطريقة السنوسية والملك محمد الدريس السنوسي باعتباره أحد زعماء هذه الطريقة وبالتوازي مع ذلك لعبت الأمم المتحدة كما أشرنا في الفقرة الأخيرة أو في النقطة الأخيرة دورا كبيرا في حسم قضية استقلال هذا البلد نمر بعد ذلك إلى الحركة الوطنية المغربية ونمر إلى مسيرة المغرب الأقصى نحو الاستقلال أنطلقوا من هذه الوثيقة هذه الوثيقة هي مقتطفات من بيان حزب الاستقلال في جانب 1944 هذا الحزب تكون قبيل نهاية الأعمال العسكرية في الحرب العالمي الثانية ونلاحظ من خلاله الاسم في البداية هو حزب الاستقلال فيه رفع لمطلب الاستقلال من خلال اسمه وهذا المطلب في الحقيقة كما أشرنا إلى ذلك في درس سابق تجرت عليه أغلب البلدان المستعمرة في تلك الفترة بحكم تراجع هيبة القوى الاستعمارية عموما وهذه المستعمرات رفعت عاليا مطلب الاستقلال في 1944 هذا الحزب يقول في بيانه أن حزب الاستقلال الذي يضم الحزب الوطني السابق إلى غير ذلك ماذا يطالب؟ سأكتف فقط بعض المقتطفات يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن إدريس بن يوسف إذن هنا في فترة ما بعد الحرب العام الثاني سيتجرأ المغاربة في إعلاء مطلب الاستقلال وهذا دليل على تطور في العمل الوطني وتطور في المطالب من مطالبة بإصلاحات من مطالبة بتشريك في الحكم إلى إعلاء مطلب الاستقلال ثم هذه الحركة الوطنية المغربية ستتمحور حول العائلة العلوية المالكة في المغرب حول الملك المغربي في تلك الفترة هو محمد بن يوسف ومحمد الخامس عموما إذن تكون حزب الاستقلال سنة 1943 كما ذكرت سابقا قبيل انتهاء العمال العسكرية الذي سبق باقي الأحزاب في المطالبة بالاستقلال ثم تأسد كذلك مجموعة من الأحزاب الأخرى في المغرب عامل السلطان محمد بن يوسف ومحمد الخامس كما ذكرت في تلك الفترة على عامل من أجل الدفاع عن القضية الوطنية منذ 1943 حيث قابل الرئيس روزفيلت بالمغرب ورئيس روزفيلت هو الرئيس الأمريكي الذي زار المغرب في إطار عمليات الإنزال الاتقام بقوات المحور في كل من المغرب والجزائر أثناء الحرب العالمي الثانية لمواجهة قوات المحور التي أنزلت بدورها قواتها قبل ذلك في ليبيا ثم حصل من الرئيس الأمريكي على تأييده للإستقلال وهذا الحصول على تأييد الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية عموما بطبيعة الحالة يندرج في إطار الموقف الأمريكي كذلك عموما الذي كان يناهض الاستعمار وفترة ما بعد الحرب العالمي الثانية شهدت منهضة العملة قيل الاستعمار ورأيتم ذلك في دول السابقة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثم الاتحاد صوفيته من ناحية أخرى ومن خلال هذا المعتى نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت هذه البلدان على نيل استقلالها وسافر الملك المغرب أيضا إلى باريس سنة 1945 للمطالبة بإصلاحات تضع حدا للحكم المباشر وتماهد الاستقلال وفي الحقيقة الدور الذي لعبه محمد بن يوسف محمد الخامس في تلك الفترة يذكرنا بالدور الذي لعبه المنصف باي في البلاد التونسية هذا الباي الوطني الذي التحمت حوله مختلف أطياف الحركة الوطنية في تلك الفترة ورفع مطالب الحركة الوطنية العديدة في تلك الفترة وأصبح في بعض الفترات بمثابة المتكلم باسم هذه الأطياف الوطنية في تلك الفترة وكانت له شعبية كبيرة في الأوساط الوطنية عموما والذي قامت فرنسا لاحقا بنفيه محمد بن يوسف يذكرنا بهذا الدور الذي عبه المنصف باي والذي يطرح كيف ستتعامل فرنسا وقوة الاحتلال الفرنسي مع هذا الباي الوطني هل سيلقى نفس المصير الذي لقيه المنصف باي في تونس سنجيب على ذلك اتباعا في باقي العنصر أثارت مساعي هذا السلطان إذن ومطالب الأحزاب ردود في سلطات الحماية التي عملت على إفشال كل عمل تحرري وفي الحقيقة هذا يندرج في إطار السياسة القمعية التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها عقب الحرب العالمي ثاني فبعد الحرب العالمي ثاني أرادت فرنسا أن تستعيد هيمنتها على مستعمراتها وستعملت في ذلك القوة والقمع وعلى خلاف بريطانيا التي اتجهت نحو التصفية تدريجية لمستعمراتها وكنا أشرنا إلى ذلك في دار السابق فأن فرنسا تمسكت بمستعمراتها واقترحت مشروع في الأربعينات هو مشروع الاتحاد الفرنسي على أساس تبقى على الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية وقمع الحركة الوطنية المغربية في تلك الفترة كان بالتوازي كذلك مع أعمال القمع التي قامت بها فرنسا في البلاد التونسية في الجزائر سنرى ذلك في العنصر الموالي إذن سلطات الحماية ردت الفعل بالعمل الأفشال كل عمل تحرري واتباع سياسة قمعية خاصة وأن القوى الوطنية المغربية قد تمكنت من استيعاب أعداد وافرة من الأحصات الشعبية وتكتلت داخل جبهة وطنية سنة 1951 لتحقيق الاستقلال المغرب التام إذن الحركة الوطنية المغربية شاهدة التطور اتجهت القوى الوطنية نحو التكتل تكوين كتل وطنية رافعة مطلب الاستقلال ومواجهة هذا القمع الاستعماري وهذه السياسة المتصلبة الفرنسية بإتباع الحال نتجت عنها سدمات عديدة بين الوطنيين في المغرب وقوات الاحتلال التي قامت بإلقاء القبض على قادة حزب الاستقلال وتحجير الصحافة الوطنية في تلك الفترة وفي هذه الفترة فرنسا عينت مقيمين عامين لها في المغرب مثل الجنيرال جيوم والجنيرال جوان والمعروفين بإذن السياسة التصلب والقمع الكبيرة التي مارساها في المغرب قام المقيم العام في 1953 وهنا المقيم العام جيوم بخلع السلطان وتعويذه بابن عمه محمد بن عرفة ونفي السلطان محمد بن يوسف وهو ما زاد الحركة الوطنية تجذرا هذا يذكرنا وإجابة على سؤال سابق كنا طرحناه حول مصير هذا السلطان الوطني الذي التحمت حوله أو التحدث حوله مختلف أو أغلب العطياء في الحركة الوطنية المغربية في فترة ما بعد الحرب عمي ثانية فرنسا على غير المنصبية في تونسا قامت بعزله ونفئه وتعيني ابن عمه خلفا له سياسة التصلب التي تبعتها سلطات الاحتلال الفرنسي في تلك الفترة أذكت الحركة الوطنية دفعت بها إلى التصلب وهو ما دفع إلى ظهور المقاومة المسلحة وظهر جيش التحرير المغربي هنا نتحدث على بداية الخمسينات وهذا الجيش كان ينسق عملياته مع حزب الاستقلال عن طريق المهدي بن برك هذا الجيش كان يتكون مجموعة من المتطوعين ونشط خاصة في المناطق الجبلية الوعرة خاصة في شامل المغرب لكن كذلك كانت له بعض العناصر والفرقة الصغيرة التي تنشط في البدن وعمل على تخريب المسالك والطرقات وعديد المصالح الاستعمارية في تلك الفترة عموما نمر بعد ذلك إلى هذه الوثيقة هذه الوثيقة بعنوان خطاب العرش في نوفمبر 1955 هذا الخطاب هو للملك المغربية محمد بن يوسف الذي كنا في نقطة سابقة أشرنا إلى نفيه في 1953 في هذا الخطاب يقول شعبنا الوفية العزيزة جرت ونحن في فرنسا مذكرات بيننا وبين حكومتها حول القضية المغربية عندما يقول مذكرات يعني شكل أو سيغة من سيغة تحاور حول القضية المغربية وإلى الحكومة المقبلة ستسند مهمة التفاوض مع الحكومة الفرنسية وتلك بشرة يتيب لنا أن نزفها إليك في هذا اليوم الممنون بشرة انتهاء عهد الحماية وبوزوغ فجر الاستقلالي والحرية انتلاق من هذه الوثيقة نلاحظ أن فرنسا التي قامت بعزل الملك محمد بن يوسف ونفيه اضطرت بحكم المقاومة بحكم الضغط الداخلي في المغرب لكن كذلك سنة 1954 شاهدت كذلك اندلاع المقاومة المسلحة في الجزائر سنة 1954 عرفت فيها فرنسا هزيمة ثقيلة لها في ديام بيانفو في الهندسينية ثم بدأي من 1952 هي تواجه المقاومة المسلحة في البلاد التونسية اذا ارادت فرنسا ان تغير سياستها بتصفية مستعمراتها المغربية لتستفرد بالجزائر وتقريبا في نفس الفترة سنة 1955 تونس قبل ذلك نالت حكمها الذات اذا في 1955 فرنسا تجبر على الدخول في مفاوضات مع المغاربة وهذه وثقة اخرى للسلطان محمد بن يوسف الذي اطلق سراحه وهو يطلو وثيقة لاستقلال في 2 مارس 1956 وبجانبه ولي العهد الأمين الحسن الذي سيصبح عفوا لاحقا الحسن الثاني الذي سيخلف أباه اذا في فترة لاحقة اذا امام الضغوطات المتزايدة غيرت السلطات الفرنسية من سياستها فاعادت السلطان محمد بن يوسف من منفاه في 1955 واجرت معه اتصالات حول استقلال المغرب أفضت المفاوضات إلى الاعلان عن استقلال المغرب في 2 مارس 1956 وقبيل ذلك تكونت حكومة انتقالية تكفلت بذل مهمة مهمة إذن مفاوضة الفرنسين حول إذن استقلال المغرب المغرب لم تكن خاضي على الفرنسين فقط بل كانت خاضية على الإسبان إذن وقعت اتفاق مماثلة مع إسبانيا في 7 أفريل 1956 يعترف باستقلال منطقة الريف وفي 29 أكتوبر أعلن إلغاء النظام الدولي في تنجا بينما بقيت كل من سبتة ومليلة تحت النفوذة الإسبان نمر بعد ذلك إلى ثالث الحركات الوطنية وهي الحركة الوطنية الجزائرية باعتبار لكن قبل ذلك هناك استنتاج لابد من الإشارة إليه كون المغرب الأقصى الحركة الوطنية فيها كانت متنوعة اعتمرت أسليب نظام مختلفة لكن لابد من التأكيد على الدور المحوري والأساسي الذي قامت به العائلة المالكة في المغرب العائلة العلوية بقيادة محمد إدريسي سنوسي وهو من يشير له في هذا الاستنتاج إذن تميزة الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى بأهمية النظام السياسي الذي دعمه في الخمسينات الكفاح المسلح ولعبت العائلة العلوية المالكة من خلال السلطان محمد الخامس دورا هاما في قيادة هذا النظال الوطني وهذا ما يفسر تقريبا هذه الشرعية النظالية التي لعبت هذه العائلة في فترة الاستعمار هي التي دعمت بقاءها في السلطة في المغرب بعد الاستقلالي ثاني ثلاثة عربي استقلال الجزائر ذكرت سابقا أن فرنسا في سنة 1955-1956 عملت على تصفية مستعمراتها وأجبرت على تصفية مستعمراتها بحكم الضغوطات في كل من تونس والمغرب لتتمسك ولتتفرغ للجزائر بالنسبة للجزائر أنطلق من هذه الوثيقة هذه الوثيقة هي عبارة على نص عنوانه أحداث الصيف وقلمة الدامية ماي 1945 هذه الأحداث يسردها لنا أحمد التوفيق المدني من كتابه حياة كفاح هو شاهد عيان أحمد التوفيق المدني للحركتين الوطنيتين التونسية والجزائرية ودون شهاداته هذه في هذا الكتاب بإذن حياة كفاح الذي يحتوي على قسمين في زيارته للجزائر في الهاتين المدينتين سأنتلق من الفقرة الثانية يقول ولم أكن أتوقع هذا أصلا إلى أن وصلنا إلى مدينة جيلما فكنا في حالة حرب حقيقية وكنا نسمع أصوات وسراخ الصغاثة تأتين من ناحية المدينة وكنت أرى طائرات حربية تطلق قنابلها المحرقة على الطول الأفقي وكنت أرى ألسنة اللهب تتساعد إثر كل قنبلة ومن نجا منها رجلا كان أو امرأة إلا وحسدته بعد ذلك مسدسات وبنادق القناصة من الأوروبيين كانت مذبحة رهيبة فضيعة لا أعتقد أنه وقع مثلها في اتساع نتاقها ووفرة عدد ذحاياها في أي قطر من الأقطار مذكرون أن هذا النص هو يسرد شهادة في مايه 1945 مباشرة في فترة ما بعد إثر الحرب العالمية الثانية وهذا يندرج في إطار سياسة فرنسا عموما التي عملت على قمع حركات المقاومة في المستعمراتها والتمسك بهذه المستعمرات هذه السياسة القمعية الاستعمارية بطبيعة الحالة رد عليها الجزائرون بأساليب مختلفة سنراها فيما يليه إذن مثلت الحرب العالمية الثانية وما أفرزته من تحولات من بين الظروف التي ساعدت الحركة الوطنية الجزائرية على المزيد من التجذري لمجابهة السياسة الاستعمارية المتحجرة ونصنا السابقة يكشف بوضوح هذا التحجر الاستعماري هذا القمع الاستعماري ومن ظاهر هذا التحجر نجده نفي مصاري الحاج في أفريل 1945 واحد من بين زعماء الحركة الوطنية والذي كان ينشط منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وهو من الناشطين في نجم شمالية إفريقيا وغيري من الزعماء الوطنين هذا مثال عن الذين تم نفيهم كذلك قمع وحشي لمظاهرات ستيف وقالمة في ماي 1945 إذن في هذه الفترة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية سار الوطنين في الجزائر في إطار اتجاهيني هذين الاتجاهيني هما اتجاه أول كونه وفرحات عباس في 1946 تحت اسم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وهو ينزع للعمل في نتاق الشرعية من خلال العمل الحزبي المنظم من خلال العمل الصحفي من خلال الاجتماعات إلى غير ذلك في حين اتجاه ثاني تزعمهم ساري الحاج الذي كما ذكرنا تمنا فيه هذا الاتجاه الثاني اعتمده بعد إطلاق سراحه ويسمى حركة انتسار الحريات الديمقراطية من أجل تحقيق الاستقلال بالقوة وعندما نقول القوة نقصد تحديدا القوة المسلحة عموما هذه مقتتفات من بيان جبهة التحرير الوطني الجزائرية في أكتوبر 1954 هذه المقتتفات سأكتفي فيها فقط بأهم أهدافها الهدف الأول هو الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية الهداف الخارجية تدوير القضية الجزائرية أسليم الكفاح المعتمدة استمرار الكفاح بكل الوسائل إلى أن تتحقق أهدافنا وذلك تبقى لأهدافنا الثورية وعندما يقول كل الوسائل فيه إشارة إلى الوسائل كذلك يعني اعتماد الكفاح المسلح عموما وفي علاقة بهذه الكفاح المسلح هذه الحركة الوطنية الجزائرية نالت استقلالها بفضل مقاومة مسلحة عنيفة دامت فترة طويلة وهذه الخريطة هي بعنوان توزع قوى جيش التحرير الوطني بالتراب الجزائري نلاحظ من خلال هذه الخريطة الجزائر قسمت إلى ستة مقاطعات أو ولايات هذه المقاطعات الستة كانت متمركزة فيها قوى الجيش أو قوى جبهة التحرير الوطني الجزائرية ثم جبأة هذه القيادة العامة لهذه الولايات الستة نلاحظ تمركزها خارج الجزائر هنا في منطقة غار الدماء في الشمال الغربي بلايات تونسية ثم هنا في منطقة وجدة في الشمال الشرقي المغربي عفوا كانت تتركز كما يبين ذلك مفتاح الخريطة قيادة جيش التحرير الوطني الجزائري إذن الجزائرين بحكم تعنت فرنسا وإسرارها على التمسك بهذه المستعمرة كونوا إذن جيش التحرير الوطني وساعدوا من أساري بنظالهم وتكون هذا التنظيم العسكري والذي سيعتمد الجزائرون في هذه الفترة بالتوازي مع تدوينهم للقضية الوطنية الجزائرية إذن في ظل عجل السياسة الفرنسية على تحسين مستوى عيش الجماعير الشعبية ولجوء السلطات إلى تزييف الانتخابات اندلعت الثورة المسلحة في غرة نوفومر 1954 وعلى فكرة إذن هذه الثورة المسلحة التي اندلعت في غرة نوفومر 1954 هي مثلت ضغط كبير على فرنسا وما دفعها لاحقا بالإضافة لمجموعة أخرى من العوامل خاصة منها نضج وتطور الحركة الوطنية المغربية إلى دخول في المفاوضات مع الحركة الوطنية المغربية وفي 1954 كذلك قبيل ذلك في جويل 1954 كانت قد دخلت في المفاوضات مع الحركة الوطنية التونسية وقد كانت هذه الثورة في شكل عمليات مسلحة موجهة ضد المصالح الاستعمالية في عديد المراتق بعد إصدار بيان والبيان كنا قرأنا مقتطفات منه والنص السابقة إلى الشعب الجزائر والسلطات الفرنسية يعلنوا عن تكوين جبت التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني وقد ارتفع عدد المقاتلين بهذا الجيش ليصل إلى 100 ألف وهؤلاء المئة ألف هم أغلبهم من المتطوعين من الفلاحين بالأرياف من الحرافين في المدن من العمال مختلف إذن شرائح المجتمع الجزائري وهو عدد ذخم عندما نقارن المئة ألف إذن متطوع في هذا الجيش في بداياته في الجزائر بأعداد المقاومين في حركات وطنية أخرى في العالم الثالث نلاحظ ذخامة هذا العدد هذه الحركة أو هذه المقاومة مسلحة وجدت موساندة وملاذا بالبلدان المجاورة وتحديدا تونس والمغرب الأقصى عملت جبهة التحرير كذلك كما أشارت أيضا في بيانها على تعبيئة العمال بتأسيس نقابات مثل الاتحاد العام للعمال الجزائرين عملت كذلك على كسب المساندة للقضية الجزائرية والتعريف بها يعني تدويل هذه القضية في الخارج بتكثيف الاتصال بالدول العربية والإسلامية والشيوعية وهنا نشير إلى نشاط النشاط الذي قام به بعض قادة الحركة الوطنية الجزائرية على غرار محمد بوظيف على غرار بن بل إلى غير ذلك والذين نشطوا في القاهرة في مصر مقر جامعة الدول العربية وعملوا من خلال مكتب المغرب العربي على دعم القضية الجزائرية عفوا والتعريفية بها عموما واستفادوا خاصة أو تأثروا في تلك الفترة باستقلال بعض البلدان العربية في المشرق على غرار سوريا ولبنان رفعت القضية الجزائرية أمام منظمة المنتحدة منذ 1956 هذه المنظمة الأممية التي تواتر اسمها في عصر سابق متعلق بليبيا وكذلك في عديد المستعمرات هي منظمة كما أشرت من ذلك في درس سابق تأسست بعض الحرب عميثانية ونص ميثاقها على حق الشعوب في تقرير مصيرها والتجت إليها عديد المستعمرات بما في ذلك إذن البلدان المغاربية مثل تونس الجزائر ليبيا نشير كذلك إلى نقطة أخرى في علاقة بهذا التصريح لموندس فرانس عمام مجلس النواب في نوفمبر 1954 موندس فرانس هو رئيس الحكومة اليسرية في فرنسا في تلك الفترة هو الذي زار البلاد تونسية وأعلن الباقي عن استعداد بلاد منح تونس استقلالها في نوفمبر بعد بضعة أشهر في الجزائر إذن يذكر هذا التصريح يقول لا يمكن أن ينتظر منه أي مهادنة تجاه التمرد ولا أي حل وسط لا بجال لحل وفاقي طالما تعلق الأمر بالدفاع عن السلم الداخلي للأمة ووحدة الجمهورية إذن الجزائر اعتبرت جزءا من الدولة الفرنسية و فرنسا إلى حدود 1954 ما زالت مصر على التمسك بمستعمراتها هذه رغم أنها بدأت تفكر في تصفيد بعض المستعمرات في شمال أفريق ورئيس حكومتها في تلك الفترة من خلال هذا التصريح يعبر على ذلك يقول أن محافظات الجزائر جزءا من الجمهورية وهي فرنسية منذ زمن بعيد واعتبر الفرنسيون والحكومة الفرنسية أن ما حصل في الجزائر من خلال الأعمال التي كان يقوم بها جيش التحرير الجزائري هي انتفاضة شعبية يمكن قمعها وهي انتفاضة بإعاز خارجي بتحريض من دول عربية في المشرق أو من قواء المعسكر الشرقي باعتبار الحركة أو حركة المقاومة المسلحة الجزائرية وجدت دعما كذلك من المعسكر الشرقي خاصة الاتحاد السوفيتي ونسبة من الأسلحة التي وقع تهريبة عبر حدود دول بجاورة كانت هذه الأسلحة قادمة من هذا المعسكر الشرقي عموما إذن نلاحظ هنا في البداية تعنت فرنسا وتمسكها بالجزائر وسعها لإخماد هذه المقاومة المسلحة الجزائرية وهذه السورة تعبر على اعتقال أحمد بن بلى ورفاقه في طريقه وهم في طريقه من تونس وهذا يدخل في إطار إذن سياسة القمعية وسياسة الإيقافات والإبعادات التي كانت تقوم بها في فرنسا في تعاملها مع رموز الحركة الوطنية عموما وخاص الحركة الوطنية الجزائرية ثم هي سورة أخرى نقيذ لما ذكرناه سابقا عنوانها مفاوضات استقلال الجزائر هي سورة لمفاوضات إيفيان في 1961 هذا دليل على أن الحركة الوطنية الجزائرية سمدت أمام القمع الاستعماري الفرنسي في تلك الفترة وهو ما أجبر فرنسا على الدخول في مفاوضات معها على غرار ما حصل في تونس ثم وفي المغرب كذلك ثم هذه السورة أخرى لإعلان استقلال المغرب هذا ما نلخصه إذن كل ما رأيناه في الفقرة الموالية إذن اعتمدت السلطات الاستعمارية الفرنسية سياسة قمعية تجاه الثورة الجزائرية لكن بعد ذلك وخاصة مع التساء نتاق الأعمال العسكرية جنحت إلى التفاوض وتعبر على ذلك إذن السور السابقة التي رأيناها هذا التفاوض كان بصفة سرية منذ سنة 1956 ثم بصفة معلنة بداية من 1958 مع رئاس الجنرال ديغول ثم سنة 1958 الجزائر تكونت فيها حكومة مؤقتة هذه الحكومة المؤقتة هي التي ستقود إذن مفاوضات الاستقلال نظمت إذن مفاوضات الاستقلال مع ممثل الحكومة المؤقتة هذه التي أشرت إليها سابقا والتي تكونت برئاس فرحات عباس في 1958 هذه الحكومة المؤقتة الجزائرية نظمت مع مفاوضات في مولا في 1960 ثم في إيفيون في 1961 وهي أسامي لمواقع إذن في فرنسا في 18 مارس 1962 انتهت مفاوضات إيفيون بإمضاء اتفاقيات وقف تلق النار والتنصيسي على إجراء استفتاءين واحد بفرنسا بحكم أن الجزائر اعتبرت جزء من التراب الفرنسي إذن لابد من استفتاء الشعب الفرنسي حول استقلال هذه المقاطعة الفرنسية من ذفرين إذن استفتاء أول بفرنسا وآخر بالجزائر وافق فيهما الفرنسيون على هذه الاتفاقيات وأجمع الشعب الجزائري بتابع الحالة الاستقلالي عن فرنسا عموما إذن كالسنتاج عموما في ختام هذا العنصر نقول أن هذه الحركة الوطنية الجزائرية قادت هذا البلد إلى الاستقلال بعد موضي 132 سنة من الاستعمار لأن الجزائر هي من أقدم من استعمارات الأوروبية في شمال إفريقيا والجزائريون انتزعوا أو افتكوا استقلالهم بعد حرب تحرير دامية توصف في العديد من المراجع بثورة المليون شهيد في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من الوطنين الجزائرين الذين لقوا حتفهم أثناء هذه المقاومة من أجل نيلي الاستقلال إذن الجزائر اتحرت بعد 133 سنة بعد حرب تحريرية دامية وكانت للثورة المسلحة دورا حاسما في الضغط على فرنسا وإرغامها على التفاوذ كما أشرنا إلى ذلك سابقا في ختمة درسنا إذن أشير إلى أن هذه الأقطار المغاربية الثلاث استفادت عموما مثل باقي المستمرات المستمرات العالم الثالث من الظرفية الجديدة التي انبثقت عن الحرب العالمي الثانية وساهمت هذه الظرفية الجديدة في دفع مسيراتها نحو التحرري وقد سلك كل بلد طريقة ونحو الاستقلال تبقى لخصوصيته ولطبيعة الاستعمار الذي واجهه ليبيا أشرنا إلى الدور الهام والحاسم الذي لعبته الحركة أو الاسلوسية عموما ثم المغرب أشرنا إلى الدور العائلة المالكة الجزائر أشرنا إلى الدور الحاسم الذي لعبته المقاومة المسلح في ختام الدرس مع أعزائي التلميذ أشير إلى قائمة من المصطلحات والمفاهيم على غرار باقي الدروس في الحقيقة بالنسبة لمادتين التاريخ والجغرافيا المتعلقة بيذا الدرس والتي لابد من معرفة والتي تعرضت إليها في الحقيقة في انتجاد هذا الدرس والتي لابد من الإلمام بتعريفها هذه قائمة قائمة للأعلام والمصطلحات والمفاهيم الأساسية في الدرس بالنسبة للمصطلحات والمفاهيم الأحداث الحركة الوطنية السنوسية وتعرضنا إلى هذه الحركة في إطار الحركة الوطنية الليبية حزب الاستقلال المغربي جبهة التحرير الوطني الجزائرية ثم بالنسبة لأعلام عمر المختار فرحات عباس إدريس السنوسي عبد الكريم الخطابي علال الفاسي ومحمد الخامس إذن في ختام هذه الحصة أتمنى أعزائي تلميذ لكم سنة دراسية موفقة مراجعة طيبة لمحاور دروس مادتين التاريخ والجغرافيا وباقي المواد وبالتوفيق والنجاح